موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء التلاميذ والقلبة عدنا والعود أحمد إن شاء الله لدروسنا في قواعد اللغة العربية للصف الأول متوسط نكمل ما بدأناه عن العلم الدرسين السابقين تكلمنا عن العلم فنكمل ما بدأناه عن العلم العلم هو كلمة واحدة لكن تفرؤاته كثيرة فنكمل ما بدأناه عن العلم وأنواع العلم قلنا في الدرس السابق أن العلم على أربعة أنواع نستفكر نعم أربعة أنواع وأسماء الأنهار وأسماء المدن وكل اسم دل على مسمى بحد ذاته دون الحاجة إلى قرينة أو دليل هذا هو علم نعم وقلنا أن العلم أما يكون مفرد أو يكون مركب تركيبا إسناديا أو تركيبا مذجيا أو تركيبا إضافيا نأتي اليوم لنستفيض من هذه الأعلام وهذه الأسماء وهذه التركيبات نعم أول نوع الذي تكلمنا عنه هو العلم المفرد وقلنا أن العلم المفرد مثل خالد عليون خالد عليون أحمد محمد أحمد محمد نعم خالد عليون أحمد محمد وتعرض حسب مكانها من الجملة النوع الثاني النوع الثاني هو الكنية النوع الثاني هو الكنية ما معنى الكنية؟ الكنية هو كل ما يبدأ بكلمة أب أم ابن مثل أبو عبد الله مثل أبو عبد الله مثل أم المؤمنين مثل ابن مقله ابن مقله نعم من هو ابن مقله؟ من هو ابن مقله؟ نعم خطاط نعم خطاط مشهور الخطة العربي الخطة العربي نعم من؟ نعم الخطة العربي هو علم علم بحد ذاته نعم وأكد أنه يجب علينا يجب علينا أن ندرس الخط نعم يجب علينا كل إنسان كل إنسان يجب عليه أن يتعلم الخط ويدرس الخط لأن الخط هو تعبير عن شخصية الإنسان تعبير عن شخصية الإنسان الخط نعم كم يستدلون هناك علماء في الخط يستدلون على شخصية الإنسان ويرسمون له صورة من خلال الخط فإذا الخط العربي والخط العربي هناك أنواع عديدة من الخط العربي هناك أنواع عديدة عفوا نعم أخطأت هناك أنواع عديدة من الخط العربي نعم خط النسخ وخط الرقعة والكوفي وأنواع عديدة والمدرسة العراقية في الخط والمدرسة الخطاطين العراقيين والمدرسة العراقية في الخط هي من أشهر المدارس مثلما المدرسة العراقية في القراءة في التلاوة أيضا تكون من أرقاء المدارس في تلاوة القرآن الكريم القراء العراقيين من أجمل ما يتلون الارتباط التلاوة مع الموشحات والمقامات نعم فنأتي إلى الكنية الكنية أبو عبد الله ما بدأ بأبو أو بأم أم المؤمنين نعم كل زوجات الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام كل زوجات الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة نعم أم المؤمنين كل زوجة من زوجات الرسول تلقى بأم المؤمنين لأن الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام هو أبو للمؤمنين جميعا نعم وابن مقلى مثلما كل آله هو عالم لغة وخط عربي نعم أيضا كل اسم يبدأ بابن فهو كنية كل اسم يبدأ بابن فهو كنية ويعامل معاملة الاسم المركب تركيبا إضافيا يعامل معاملة الاسم المركب تركيبا إضافيا نعم أما النوع الثالث فهو فهو اللقب فهو اللقب نعم لم أكتب أي لقب لحد الآن سوف نكتبها أنا وأنتم نعم اللقب وهو كل ما دل على متحن أو ذم أو حرفتين نعم أو سمة من السمات موجودة في هذا الإنسان أو نساب نعم هاي كل هذه هي ألقاب نعم هي ألقاب نعم فنقول مثلا من الألقاب التي تدل على مدح نعم نقول الرسول عن رسولنا من الألقاب التي نقطقها على الرسول الكريم الهادي المصطفى نعم رسولنا محمد هاديا ونبيا مثلا نقول المصطفى نعم المصطفى هاديا ونبيا نعم هذا لقد من ألقاب المدح نعم قد نقول إنه هذا الصادق من الألقاب في المدح الصادق الأمين أيضا للرسول عليه وعلى آله أبدا الصلاة والسلام طبعا ما دل على حرفة قد نقول إنه هذا كم من العشائر سميت كم من العشائر سميت على اسم الحرفة مثلا نقول الصفار نقول الصفار الذين يتعاملون مع الصفر نقول إنهم الصفار حتى يوجد سوق الصفافير سوق الصفافير أين يقع نعم في بغداد إذن هذه الحرفة دل على حرفة هنا من الحرفة اشتققنا الاسم نعم قد نقول النجار نعم من حرفته هو نجار فنقول بيت النجار نعم أسماء لأشائر ونطلقت من الحرفة التي يحترفونها نعم أو ما دل على ذنب والعياذ بالله مثلا نقول أبو العباس السفاح مذموم أو هذا نعم مثلا أبو العباس السفاح نعم الجاحظ هنا علامة لا هي هو ليس مذموم الجاحظ هو مو مذموم بحد وإنما هو لجحوظ عينيه لجحوظ عينيه لقب بالجاحظ لقب بالجاحظ بينما هو أبو عمر أبو عمر الجاحظ هو عالم يعني لا يمكن الرقي إلى علمه أو الإلمان بالعلم أو الخدمة التي قدمها للغة العربية فلقب بالجاحظ لجحوظ عينيه نعم فإذن اللقب هو كل ما دل على مدحن أو ذنب أو حرفة هذا هو اللقب نعم نأتي الآن قد ترد أسماء قد ترد أسماء لنتدرب أكثر أنه كيف نميز بين الإسم واللقب والحرفة عفوا بين الإسم واللقب والكنية كيف نميز بين هذه الأسماء مثلا نأخذ نأخذ عاش أبو عبادة الوليد ابن عبيد البحتري الطائي معاصرا لأبي تمام نأتي إلى هذا المثال نكتبه هنا نقول عاش أبو عبادة الوليد أبو عبادة الوليد ابن عبيد البحتري الطائي انظر هنا البحتري الطائي نعم معاصرا لأبي تمام معاصرا لأبي تمام لأبي تمام ننظر ننظر هنا ننظر إلى هذا المثال عاش أبو عبادة الوليد ابن عبيد البحتري الطائي معاصرا لأبي تمام الآن نأتي إلى أنواع الأعلام الموجودة في هذا المثال نأتي إلى أنواع العلم الموجودة في هذا المثال عاش عاش هو فعله ماضن مبني على الفتح عاش هو فعله ماضن مبني على الفتح عاش فعل فلا يعرب مبتدأ ابتدأت به الجملة لكن لا يعربه مبتدأ فقط يعرب مبتدأ الاسم فقط يعرب مبتدأ لو قلت أبو عبادة لقلت أبو هو مبتدأ بدون عاشة لكن إذا جاء الفعل يعرب هو فعل فعل ماضا أو مضارع أو أمر فعاشة هو فعل ماضا مبني على الفتح أبو من الذي عاش من الذي عاش أبو عبادة فإذا أبو عبادة هو اللي قام بالفعل أبو عبادة هو اللي قام بالفعل فإذا أبو عبادة هو الفاعل أبو عبادة شنو نوع من أنواع أبو عبادة نعم أبو عبادة شنو يا نوع هل هو اسم مفرد لا هل هو كونية؟ نعم هو كونية لماذا؟ لأنه بدأ بكلمة أب لأنه بدأ بكلمة أب أبو أبادة إذن أبو أبادة هو كونية أبو أبادة هو كونية نعم نأتي إلى أبو أبادة الوليد أبو عباد الوليد الوليد شنوع الوليد شنوع نعم الوليد هو اسم الوليد هو اسم مفرد إذن الوليد هو اسم ابن عبيد الوليد ابن عبيد هنا تركيب إضافي مضاف مضاف إليه ابن عبيد نعم ابن عبيد ابن عبيد ايش راح تكون ابن عبيد نعم هو كل ما يبتدأ باب او ابن او اوم هو كونية هو كونية احسنتم البحتري البحتري فالبحتري هو فالبحتري افوان فالبحتري هو لقب فالبحتري هو لقب ممتاز فالبحتري هو لقب لقب البحتري هو لقب فإذن عندما أأتي إلى الجملة أأخذ اسم اسم وأستوضح هل الاسم بدأ بكلمة اب ام ابن إذا بدأ بأحد هذه الكلمات فهو كونية أما إذا كان مفرد لم يبتدأ فهو اسم أما إذا كان يدل على حرفه أو مدح أو ذن فهو لقب نعم البحتري الطائي الطائي نعم 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 افرحوا يا طائيين نعم نعم الطائي الطائي عشيرة نعم الطائي دائما تقترن الطائي حاتم طي نقول حاتم طي من هو هو مثال للكرم شوف شون مشهور هذه الأعلام الشهيرة ابنه نعم الطائيون مشهورون بالكرم من جدهم نعم لأن جدهم اللي سابق حاتم طي اللي هو مثال للكرم كان يكرم الضيف يكرم الفقير نعم يعطف على الفقراء دون أن يعرفون أنه هو اللي كان يطعمهم لأن عندنا نحن بالقرآن الكريم يقول انفقوا حتى لا يعني بما معنى أنه لا تعلم يدكم اليمنى ما تنفق اليد اليسرى فإذن كان حاتم طي مقتدي بهذا المثال حتى من زمن سادق فيقول حاتم طي كان يكرم الفقير دون أن يعلم الفقير أنه هو اللي يديكرنا ويكرم الضيف يكرم المسكين فلذلك دائما الطي هو أننا نقول الكريم لا نقول هذا طائي إذن هذا يكون مشهور أنه هو بالكرم نعم الطائي هو شنو هو لقب ممتاز هو لقب معاصرا لأبي تمام معاصرا لأبي تمام لأبي تمام منو ما يعرف أبي تمام منو ما يعرف لأبي تمام منو ما يعرف منو أبو تمام نعم أبو تمام هذه بديناها بكلمة أبو إذن شو تكون كونية فهي كونية ممتاز فهي كونية فإذن فإذن إذا أردت أن أستخرج أنواع الأعلام الموجودة في هذا المثال أتي إلى كل اسم وأستوضح أن هذا الاسم يبدأ بكلمة أب أو أم أو ابن فهو كونية إذا كان مفرد فهو اسم وإذا كان يدل على حرفة أو مدح أو ذن فهو لقب نعم أحسنتم وهذه هي أنواع الأعلام نعم نستذكر نستذكر أنه نستذكر الدروس السابقة فالدروس السابقة تكلمنا وقلنا أنه العلم العلم مركب قد يكون مركب تركيبا إضافيا فهنا أبو عبد الله هنا أبو عبد الله هو أيضا من نوع المركب التركيب الإضافي أم المؤمنين أم المؤمنين فهنا أيضا تركيب مركب تركيب إضافي ابن مقلة ابن مقلة أيضا تركيب إضافي أما هنا فيؤتبر اسم مفرد يعرب حسب موقع من الجملة نعم أعزائي التلاميذ أعزائي القلب في درس سابق أكدت على علامات الإعراب أكرر هنا علامات الإعراب حتى لا ننساها أبدا فنقول علامات الإعراب هي أظل أعيدها وأكررها إلى أن أشاهدكم خارج الستوديو فتقولون لي الضمة والفتحة والكسرة والسكون ولا أعيدها مرة أخرى نعم فأولى هذه العلامات هي الضمة نعم وهي علامة رفعي أحسنتم و نعم الفتحة وهي علامة علامة الفتحة علامة ماذا؟ النصبي أحسنتم و الكسرة وهي علامة الجري علامة الجري وليست علامة الكسري علامة الجري وليست علامة الكسري فالكسرة هي علامة الجري وأحسنتم السكون وهي علامة أحسنتم علامة الجزمي فهذه هي علامات الإعراب فهذه هي علامات الإعراب لا أستطيع أن أعرب إذا لم أستخدم هذه العلامات نأتي الآن إلى نأتي الآن إلى الفعل المضارع الفعل المضارع الفعل المضارع عندما أعطيت الأمثلة وقلت مرر تو وأحبب تو نظروا هنا قلت أن مرر تو أحبب تو درست هذه هي أفعال ماضية أفعال ماضية هذه هي أفعال ماضية اتصلت بتاء أعفوا اتصلت بتاء الفعل اتصلت بتاء الفعل ومعنى تاء الفعل أنه هذه التاء تعرب ضمير متصل في محل رفع فاعل فمررت فعل ماضي مبني على السكون السكون هو الفعل مرة الفعل مرة الفعل مرة عندما اتصل بتاء الفعل عندما اتصل بتاء الفعل أصبح مرر تو لا يمكن انتبهوا هنا لا يمكن أن ألفظ فيما بينكم وبين أنفسكم مرة وظيف تاء الفعل مرة تو مرة تو لا يمكن أن ألفظ مرر تو عندما أسكن أستطيع أن ألفظ التاء أن أظن التاء أظنها للتاء يعني أقول مرر تو أنا الذي قمت بالفعل أحبب تو أحبب تو فيما بينكم ما بين أنفسكم أحبب تو أيضا فعلوا ماظن مبني على السكون مبني على السكون أصل ها أحب أحب أحبب من تتصل بالتاء هنا أحبب من تتصل بالتاء الفضوها بينكم وبين أنفسكم أحبب تو لا يمكن اللغة العربية لغة فطرية لغة تعتمد على مخارج الحروف في اللغة ندرس مخارج الحروف لا يمكن أن يكون هناك متحركان في آن واحد في آن واحد لا يمكن أن ألفظ متحركان فلا أستطيع أن أقول أحبب تو يجب أن أسكن فعندما أسكن أحب أصبحت أحبب انظروا كم هي جميلة أحبب تو أحبب تو سليسة جميلة على اللسان بينما إذا قلت أحبب تو تقولون لديها لذغة أحبب تو لذغة ثقل في اللسان فإذن في اللغة العربية هناك مخارج للحروف لا يمكن أن نتجاهل هذه المخارج هذه المخارج ترتبط بالإعراض فالفعل الماضي إذا اتصل بتاء الفاعل أي تاء متحركة تاء الفاعل فهذا الفعل يسكن يكون مبني على السكون والتاء والتاء انظروا والتاء ضمير ضمير متصل ضمير متصل مبني في محل رفع أحسنتم فاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل نعم أنا أنا من قام أنا من قام بالحب وأنا من قام بالمرور فهذا معنى نفهم نفهم المعنى لكي نستطيع أن نعرب فالتاء عندما تتصل بالفعل الماضي يبني الفعل الماضي على السكون والتاء طمير متصل مبني في محل رفع طائل نعم أما تاء التأنيث الساكنة أما تاء التأنيث الساكنة فتاء التأنيث الساكنة إذا اتصلت بالفعل الماضي يبقى الفعل مبنيا على الفتح لماذا لماذا يبقى الفعل مبنيا على الفتح مع تاء التأنيث الساكنة مثلا أحبت 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 من التي أحبت أحبت المدرسة المجد أو الطالب المجد أحبت المدرسة المجد إحنا أحبت المدرسة المجد من اللي قام بالحب من اللي قام بالحب المدرسة هي التي أحبت نعم فالمدرسة هي فاعل فالمدرسة هي فاعل هي التي قامت بالحب نعم فالمدرسة هي فاعل إذن ست ما هذه التاء هذه تاء التأنيذ الساكنة بما أنه هي ساكنة إذن يبقى الفعل أحبة يبقى الفعل مبنيا على الفتح يبقى الفعل مبنيا على الفتح لأنه تاء التأنيذ ساكنة لأنه تاء التأنيذ ساكنة فالفعل الماضي إذا اتصل بتاء التأنيذ الساكنة يبقى مبنيا على الفتح أما إذا اتصل الفعل الماضي بتاء الفاعل أما إذا اتصل بتاء الفاعل فيبنى على السكون أحسنتم أحسنتم نعم فهذا هو كل درس أعطي بعض الملاحظات عن الفعل الماضي أو عن الفعل المضارع أو عن الحركات إسناداً لدرسنا لأن القواعد اللغة العربية مرتبطة درس مع آخر لا يمكن أن نفصل درس أو موضوع عن موضوع أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في درس جديد من دروس قواعد اللغة العربية لسطف الأول متوصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر